تارفيني القصة بتاعة السنغال بعد ما اخسرنا من السنغال في تصفيات كاس العالم بعد ما اخسرنا بطاعة تصفيات كاس العالم ترى على اتحاد الكورة وقال انه هيقدم شاكوة للاتحاد ده ولكورة القدم فيه عشان خاطر يعيد المباراة والناس يتعشم ترى انا فاكر انا هنا اقول لكم ما فيش الكلام ده والمباراة مش هتتعد والكلام ده كله ايه لتهديئة الرأي العام او يعني يدوك امل احنا على فكرة تاريخيا كل ما بنخرج من تصفيات كاس العالم بيتقلنا ان احنا هنعيد المطش بقيت اكلشهاية واكلشهاية حتى المسؤولين عن الكورة سدقوها فبقوا يمشوا وراها اللي هو بيحاول ياخد اي اجراء صبعا الكلام كان واضح انه مستحيل يحصل له المهم اتحاد الكورة كان اشتكى الاتحاد الدولي اشتكى السنغال الاتحاد الدولي اتحاد الدولي فعلا عقب السنغال بمباراة بدون جماهير وغرامات مالية وكان اتحاد الكورة حق التظلم على قرار الفيفا لفترة معينة الفترة دي انتهت خلاص المهلة دي انتهت خلاص يعني اتحاد الكورة مالوش حق الاستيناف دلوقتي على قرار الاتحاد الدولي لقراط القدم وما بعتش التظلم للمحكمة الرياضية الدولية وقضي الامر يعني خلاص مالف السنغال ده خلص تماما تماما رسميا يعني تقول ليه بقى يقولك اتحاد الكورة كان مشغول وكان الوقت بالنسبة له مش سامح لده طيب اشتركوا في القناة